عقد رئيس مجلس الوسراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية لعرض رؤاهم بشأن تعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الانتاج والتصدير وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه يجري حالياً العمل على تحويل عدد من المسابق غير الرسمية من أجل دمجها في الاقتصاد الرسمية وذلك عبر عدد من المحافزات التي يجري تنسيق بشأنها مع الحكومة وتعد غرفة الصناعات المعدنية واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات حيث تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة وتقدر حجم استثماراتها ب800 مليار جنيه وتوفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة